اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الفصل العاشر الفصل العاشر بعد ما خلصنا الثامن والتاسع التاسع كان عبارة عن كل فترة عسلمال اليوم موضوعنا سيكون هيك الرأس المال والرفع هيك الرأس المال والرفع طبعاً لما نحكي رأس المال زي ما قلنا لكم الناحية مالية نحكي عن المصادر طويلة الأجل مصادر الأموال طويلة الأجل جميع أنواحها سواء كانت مصادر داخلية حقوق ملكية يعني أو خارجية من خلال الاقتراب وحكينا هذا الحكي سابقاً لما حكينا عن كل فترة عسلمال قلنا أنه أموال الملكية سواء كانت ملكية ممتازة أو ملكية عادية أو أرباح محتجزة هي عبارة عن مصادر تمويل داخلية تمام وفي عنا بالمقابل مصادر تمويل خارجية طويلة الأجل وهي من خلال الاقتراب الاقتراب بتن من خلال طريقتين طريقة الأولى من خلال البلو الطريقة الثانية من خلال مصدر السنبات طبعاً كلا الطريقتين نسميهم الرفع المالي شو نسميهم الرفع المالي بدي حدا يحكيه أنه ما هو رفع المالي ليش تمينا تمويل البلدين سميناها الرفع المالي قال عميه فكرة ليش تمينا تمويل البلدين حالرفع حالمالي من مر عليها مفهوم الروافع شكل عام اللي هو الرفع التشغيلي والرفع المالي يعني إذا مش الرفع المالي الرفع التشغيلي ضعي دكتور دكتور الرفع التشغيلي بكون من خلال تكيف تشغيلية يعني عندك مصرف إداري وعومية أما الرفع المالي بعد الضرار بعد ما تختم الفوائد ممكن راح الاتصال خليك ماي تسجيل بسجل قاعد كويس تفضل هو راح الاتصال ما بعرف ليش تفضل التسجيل دكتور ما بيسجل عفوا تسجيل دكتور ما بيسجل ما في مش مضو في الضوء الأحمر تسجيل بعطيني أنه بسجل هل أعطيني أنه بسجل هل أعطيني أنه بسجل هل أتأكد أنه بتوكر يا رايت والله دكتور الله يساعدك إن شاء الله تسجيل المون لا هاي وسجل لأنه بعطيني option stop recording أنا تبقى سجل وهي وبعطيني فوق recording ها دكتور أبقيني أنه بسجل لا بسجل سجل ها بقين توكر على رب العالمين طيب فضل دكتور الرفع التشغيلي علاقة بالمعارك بتكيفك شغالية عندك مصريف إدارية وعومية هاي رفع تشغيلي أما رفع المالي اللي علاقته بال فوائد والتوزيعات الأرباح طيب أشكرك أشكرك تمهوني والجمل صحيح صحيح الكلام اللي حكاز أميلكم لكن خلينا نوضح الكوية مفهوم الرافعة أو العتلة بسموها مرات بسموها العتلة تمام العتلة هي عبارة عن الكتابة شباب لا ما شكفني الكتابة أمش شايف أشك مواضح الشاشة كبيرة أو صغيرة الكتابة الكتابة هيك مش واضحة الرسم هذا الرسمته هون مش واضح تمام تمام إذن لاحظ أنه في عنا وزن 500 كيلو جرام بل نرفاحه من خلال فقط 100 كيلو جرام ما علينا إلا أنه نبعد مركز الرافعة عن مركز القوة يعني لاحظ هذا مركز القوة هون تمام مركز القوة بعيد عن مركز الرافعة مركز الرافعة قريب من الثقل اللي بدنا نحمله لذلك لاحظ من خلال 100 كيلو جرام عفوا كنا قادرين على رفع وزن 500 كيلو جرام الآن قديش قوة الرافعة خمس درجات إذن قوة الرافعة الرافعة خمسة مرات أو خمس درجات لاحظ كل كيلو جرام شال قديش خمسة كيلو جرام واضح إذن ضعفنا الجود من خلال ما يسمى قوة العتلة أو قوة الرافعة الآن خلينا نطبق الحكي على الجانب المالي على الجانب المالي لو جينا على قائمة الدخل قلنا صافي المبيعات ناقص كلفة المبيعات يساوي مجمل الربح ناقص مصاريف إدارية وعمومية يساوي إبت لوصاف الربح قبل الفائدة والضريبة تمام المجمل الربح نسميه كونتوبيوشن مارجن تمام المصاريف الإدارية والعمومية جينيرال and administrative expenses تمام كلفة المبيعات cost of sales قلنا ناقص رموز مشان إيش مشان يعني تكون العملية تكون أسرع إذن لو جينا صافي المبيعات مثلا مليون ديلا أوكي ناقص لعام 2020 2020 كان صافي المبيعات بليون دينا كلفة المبيعات 700 ألف ألف دينا سن بطلع عنا هون هون جمال المبيعات 300 ألف دينا اطرح منها مصاريف إدارية وعمومية 150 ألف دينا سن شو بطلع عنا الصاف الربح التشغيلي قبل الفائدة والضريبة earning before interest and tax بطلع عنا 150 ألف دينا سن اذا ناقص خلينا نشوف بالـ 2021 شو رح تصير إذا توقعنا بالـ 2021 إنه المبيعات رح ترتفع بنسبة 20% رح سير مليون ومئتين ألف دينا رفع توقعكم الآن الإبت كيف نسبة ارتفاعها رح تكون 20% أكثر 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 أو أقل أكثر أو أقل من 20% هي لن ترتفع 20% طيب متأكولي ما تكون تعلم معلومة أنه المصاريف الإدارية والعموية هاي زي ما تفضل زمير كلي جاوب بالمدال هاي نعتبرها fixed cost تأكل فاليش ثابت تكلفة ثابت fixed cost أو تكلفة ثابت ما شرحان خلينا نطبق على قائمة الدخل لاحظ أن كلفة لبيعات تكلفة متغيرة تكلفة إيش متغيرة لأنه إذا تبيع زيادة لا تبحاج إلى بضاعة زيادة إذن تكلفة المبيعات ترتفع وتنخفض بنسبة تغير المبيعات نفسها يعني إذا المبيعات زادت 20% معنا تكلفة بضاعة المباعة رح تزيد 20% معنا ثلاثم ثلاثمئة ثلاثمئة سبتين ألف دينار ماشي الحال شو رح نطرح منها الآن يا شباب المصاريف الإداري والعمومي قديش مئة مئة وخمسين ثلاثمئة الآن لو ملناكو ما هي نسبة التغير بالإبت سبولنا نسبة التغير بالإبت دائما نسبة التغير شو تساوي يا شباب الرقم الجديد نقص القديم على القديم إذن دير سنتج تشينج من إبت يساوي إبت ون نقص إبت زير إبت زير اللي هي القديمة على إبت زير ويساوي مئتين وعشر تاناف نقص مئة وخمسين ألف على مئة وخمسين ألف ويساوي سبسين ألف على مئة وخمسين ألف أربعين بالمئة أربعين بالمئة أربعين بالمئة أربعين بالمئة الآن إذا بدك تحسب درجة الرفع باعتقادك قديش رح تكون قيس على الرافع اللي عملناها قبل شوي قيس على العتلة اللي عملناها قبل شوي المئة جرام رفع وخمسمئة جرام قلنا درجة الرافع خمسة الآن عشرين بالمئة أدو إينا أربعين بالمئة قديش درجة القضاء ثلاث 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 إذا درجة الرافع التشغيلية تساوي بأرسنت تشغيل ويساوي أربعين بالمئة على عشرين بالمئة ويساوي اثنين درجة ثلاث اثنين درجة معناها كل أي جهد في زيادة المبيعات من اسم نوعية سوف يؤدي إلى ضعف النتيجة بالنسبة لصافي الربع عبد الفائد والضريب سنكر بسبيكة تمام طيب الآن في طريقة ثانية كمان لحساب الرافعة التشغيلية كمان هنا يا شباب اثنين اثنين اذا اذا هاي بريبة بريبة الثانية لازم طبعا تطلع معنا كمان نفس نتيجة بالنقوة درجة الرافعة التشغيلية تساوي مجمع الردح على ايبت نساني واحد طبعا ويساوي كنتروبيوشن مارجي كمان كمان كانت معنا هاي كمان 300000 300000 اذا هاي 300000 الابت كمان كمان 150000 150000 بناء 150000 ويبساوي اثنين درجة من الدرجة شفتوا كيف طلب معنا نفس النتيجة اوكي اذا الآن اعرفنا ما هو الرفع التشغيلي وكيف يقص وكيف ايش وكيف يقص وما هو معنا يعني لما نقيس كمان نكون قادرين على تفسيره من خلال انه نوجه معنا معناتهم لو دورنا على السبب وقلنا لكم انه الرفع التشغيلي من وين ايجا شو سببه سببه احنا زدنا النبيعات بنسبة 20 ملي المصاريف اليدانية والعملية يعتبر التكاليف ثابتة لذلك نحن ما زادت كونها ما زادت ادت الى وفر الوفر هاروين ايجا بالابت لاحظ لو الان مصاريف الادارية العلمية زادت بنفس نسبة المبيعات معنات معنات الابت رح تزيد كمان بنفس نسبة المبيعات اما احنا وفر ما بناخد المصاريف البيعية بعين الاعتبار مش سابعة ما بناخد المصاريف البيعية بعين الاعتبار يعني الان المصاريف التشغيلية الثابتة هي التي تساهم في الرفع التشغيل اما الجزء المتغير فلا يساهم بالرفع التشغيل وضحت يعني احنا من راه من راه على ثبات التكاليف كونها ثابت مبيعاتنا قاعدة بالزيد ومصاريفنا هذا الجزء من مصاريفنا ثابت وعنات هذا سوف يؤدي الى وفر هذا الوفر يؤدي الى زيادة نسبة ارتفاع الابت بنسبة اكبر من ارتفاع المبيعات تمام اذا هون من الناحة انه كلفة المبيعات ما ساهمت بالرفع كونها متغيرة تمام بينما المصاريف الادارية العظمية ساهمت بالرفع كونها ثابت اذا هذا جانب التشغيل الحد هون جانب تشغيل تمام طيب هل نقدر نطبق الحكي هذا على الجانب المالي الجواب نعم يعني هل مصاريف او تكاليف الاموال حسب مصادرها برضو تنقسم الى ثابت ومتغير واحد جواب على نسبة الفائدة شكرا ثابت طيب تكلفة الملكية العادية ثابتة ولا متغيرة يعني الربح اللي بتوزع على أصحاب الأسهم ثابت ولا متغير غير غير أشكرا أشكرا سكد سبك إذن رح نلاحظ هنا أنه التكاليف الثابتة المالية هي مصعوف الفائدة والتكاليف المتغيرة المالية هي الأرباح الموزعة على المساهمين إذن خلينا نكمل مشوارنا قائمة الدخل وبرضة نطلع درجة الرفع المالي زي ما أضعنا درجة الرفع التشبيل إذن بنكمل هنا قص آي آي ليش الفائدة مصروف الفائدة خلينا نقول أنه مصروف الفائدة يساوي سبتين ألف دينار إذن هذا ثابت شو بعطينا النتيجة هنا يساوي ننت صافي الربح قديش تطلع لعنا صافي الربح تسعين ألف دينار كويس خلينا نكمل الآن وين بالسنة القادمة اللي هي ألفين ألفين وواحد وعشرين قلنا أنه مصروف الفائدة شو طبيعته تابعي إذن هاي ستين ألف دينار من أصل مئتين وعشرة الاف قنار شو مغارنا مئة وخمسين مئة وخمسين ألف دينار الآن كميش قلنا نسبة التغير بالإبت كانت 40% صح 40% الآن ستصير العلاقة بعدين الإبت صاف الربح نسبة التغير هاي percentage change in net profit نفس قاعدة من قول net profit one ناقص net profit zero على net profit zero تمام ويساوي شايفين شباب اللوح كامل شايفين وإذا يساوي مئة وخمسين ألف على ناقص ناقص 90 ألف على لديش على 90 ألف ويساوي 60 ألف على 90 ألف ويساوي 66 و 67 بال 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 تمام إذا قلنا هذا جالد مالي مالي تمام الآمن والدقري of financial leverage يعني درجة درجة الرفع الرفع المالي ويساوي الرفع المالي يساوي على على 40 على 40 بالمية ويساوي خلينا نحسومها بالآلة الحاسبة 1 ويساوي 60 60 تمام الآن زي ما عملنا هناك مرضو بإمكاننا نطلع الدرجة الرفع المالي بالطريقة الثانية من خلال قائم الدخل واحدة كيف غرضه من أول أو يعني degree of financial leverage تساوي ابت على لتبروفت على ابت على ابت طبعا نحن افترضنا أنه ما في ما في ضريبة أو في ضريبة يعني هاي هاي من سميها بدل ما نسميها صافر لرح خلينا نسميها ابت نوصافي الربح قبل الضريبة تمام إذا ابت على ابت ويساوي الابت كيف كانت 150 والابت 90 إذا هاي 150 ألف على 90 ألف ويساوي 61 دقين درجة يعني نفس النتيجة طلعت مع تمام بس تزيح الشاشة بس على يمين شوي يكتمام قليل شوي بيس وضحات لا بس على اليمين مش نبين اللوح منطقة هاي يعني ايبا هاي للأخير هاي هاي تمام لفوق هاي لفوق هاي اوكي طيب إذا الآن اخبصنا من الرفع التشغيلي والرفع المالي وعطيناك وطريقتين لحساب كل رافع بهذه العوافع الآن بنيجي وين بنيجي على الرفع الكلي الرفع الكلي درجع هناك الرفع الكل ما سميها degree of total leverage درجة الرفع الكل إذن هاي شو تساوي هاي تشمل الرافعتين يعني هنبدأ من بداية الطريق من عند الcontribution margin سنصل لأين للإبت مباشرة إذن تساوي contribution margin على إبت أول ويساوي كيف كانت الcontribution margin مجمع الربح 300000 إذن هاي 300000 ويساوي من قسم الآن 300000 تقسيم 90000 تطلع 3.33% 3.3% درجة ماشي الحال أو أو هنقول درجة درجة الرافعة الكلية هي حاصل ضرب الرافعتين بنقول درجة فاينانشل لبنج ويساوي 2 ضرب واحد وست ست سبعة ويساوي 3.33% درجة درجة إذن هذه هي الروافع هذه هي الروافع اللي هو زي ما قلنا لكم الرفع التشغيلي والرفع المالي والرفع ليش والرفع الكلي يعني عنا ثلاثة درجات من الروافع اللي هي الرفع التشغيلي والرفع المالي والرفع ليش والرفع الكل لذلك شو من اللاحظون نلاحظ انه الروافع هاي تؤدي الى ميزة يعني الميزة لما يكون الجانب ايجابي لما يكون الجانب ايش ايجابي ولكن الاثر عقر مش الجانب لما يكون الاثر ايجابي طيب لو كان الاثر سلبي هل فيه شيء بالدنيا كلها الو ايجابيات وما الو سلبيات لا اذا دائما الاجابيات في مقابلها السلبيات تمام الايجابيات انه اذا صار زيادة بالمبيعات لاحظنا انه ضاعفنا نسبة الزيادة بالابت وضاعفنا كمان نسبة الزيادة في صاف الربح قبل الضريب ولكن خلينا نوع الاتجاه الثاني لو قلنا ان المبيعات ازلت 10% و20% معلاته برضو الابت رح تنزل 40% ماشي ماشي وبرضو الابت رح تنزل قديش قلنا 66 و7 من 10% معناته الرافعة سواء كانت تشغيلية او مالية مثلما تضاعف الاثر على زيادة الربح ايضا تضاعف الاثر بالنسبة لانخفاض الربح علاقة طردية دكتور يعني بالضبط اذا من هون منقول انه الرفع التشغيلي والرفع المالي يعبر عن درجة المخاطرة اللي تتعلق بالشركة خطر ولاحظ اللي عنده استعداد يتحمل الخطر رح يكون عنده ايجابيات لكن رح يكون عنده معرض للسلبيات كمان واضح يعني بتحمى المخاطرة اما بيكون الاثر ايجابي او الاثر بيكون ايش سلبي يعني بيضاعف الاثر الايجابي بعدد درجات الرافعة وبيضاعف كمان الاثر السلبي بعدد درجات الاشكمان الرافعة لذلك لما تيجي على الرافع التشغيلي او الرافع التشغيلية مركزها التكاليخ الثابت التشغيلي هل ممكن نتجنبها نعم ممكن نتجنبها نتجنبها كيف من خلال ما يسمى التكاليخ المتغيرة بدل التكاليخ الثابت هون بتيجي عندك ادارة التكاليخ هيكل التكاليخ بمعنى نأخذ مثال العبل الآن لو عندك مصدع تصنع فيه سيارات في عندك خدمة التصميم ديزاين للسيارة وعندك الآن اختيارين اما هاي الخدمة تخليها تكلفة متغيرة او تكلفة ايش ثابتة مين بحكيلي كيف من خليها تكلفة متغيرة وكيف من خليها تكلفة ثابتة تخليها دكتور تصميم واحد لسنة مين تتجاو شكراً يا فاطم طيب شكراً يا فاطم طيب الآن لاحظوا أن تصميم السيارة ما بتغير كل سنة كل خمس سبع ثمان سنوات يعني المرسيدس مثلاً بغير تصميمهم كل ثمان سنوات مرة تقريباً تيوتاً نفس الإشياء وكثير من الأنواع تمام لذلك إذا عملنا داخل الشركة قسم للتصميم وعيننا له كادر رح ندفع لهم رواتب ثابتة شو بيكون هون مصروف التصميم؟ كلفة التصميم هون بتكون ثابتة بالمقابل ممكن ما نعمل قسم للتصميم داخل الشركة ممكن أن نشتري الخدمة هاي مش ترى من برة من شركات تصميم شو حولنا هون الكلفة إلى إيش؟ متغيرة إلى متغيرة شوية اليسارة إذن حولناها من تكلفة ثابتة إلى تكلفة متغيرة طيب مين بحكيه للآن؟ أنت لما تكون مدير مالي متى بتحبذ أن التكلفة تكون ثابتة ومتى بتحبذ أنها تكون متغيرة؟ لما أزيد دكتور الرفع التشغيلي لا 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 أو رفع خلينا من الرفع التشغيلي والنتيجة هي رفع التشغيلي ولكن كإدارة تكاليف متى؟ تفضل يا فاطمة تفضل يا فاطمة تفضل يا فاطمة تفضل يا فاطمة تسنيم حسب اللي داخل بالإنتاج إذا كان إشي منيستخدمه بالإنتاج دائما فيحبد أنه يكون ثابت أما إذا ما كان متقطع إنه مش دايماً نستخدمه بيكون متغير لأنه إذا حطته ثابت وأنا مجاوناً باستخدمه فهو سيكون عبق عليه شكراً تسنيم سارة تفضل دكتور حسب نسبة المخاطرة للشركة لا بنرجع الآن إلها علاقة المخاطرة بس يعني بتيجي لدرجة ثانية بنرجع لإجابة التسنيم هي الإجابة النموذجية شو حكت لنا تسنيم إنه إذا المنتج أو الخدمة بنحتاجها بشكل دوري لا أخليها ثابت تمام يعني زي مثلاً محرك السيارة ما هو محور نشاطنا هو محرك السيارة يعني كل سيارة بدها محرك تخيلوا إنه ما صنع المحرك داخلياً ونروح نشتريه جاهز مشان نخليه تكلفه متغيرة ما بوفي معنا ليش؟ لأنه إنتاجنا بالمحرك إنتاج غزيرة إذن صناعة المحرك منخليها داخلية الشركة ومنعين كادر ومهندسين ومنجيب معدات ليش؟ لأنه مع الإنتاج الغزير تكلفة الوحدة الواحدة رح يتقل لأنه معظم تكاليفنا رح تكون ثابتة لرواتب المهندسين واستهلاك الماكنات وما شابه ولكن خدمة التصميم كونه ما منحتاجها غير بشكل متقطع ولفترات طويلة معناته هون نحولها إلى تكلفة متغيرة بيكون أفضل تمام؟ وضحات يا شباب طري إذن بالحال هاي برضا بيجي على الجانب المالي الجانب المالي بنرجع على إجابة سارة تخيلوا أنه شركة عندها درجة الرفع التشغيلي عالية يعني التكاليف الثابعة التشغيلية عالية هل بتنصح هاي الشركة كمان أنه تخط على حالها تكاليف مالية ثابتة عالية جواب لا لأنه بصير في عنا الرفع المالي عالي والرفع التشغيلي عالي معناته أوقعنا الشركة في مخاطر عالية إذن يجب علينا أن ندرس وضع الشركة الداخلي وندرس برضا الرفع التشغيلي ومنها نتخذ القرار أنه نمول مشاريعنا الجديدة بالدين أو بالملكية لاحظوا أنه الملكية أغلى علينا ليشنا؟ أنه رح نجيب مالكي قاسمنا الأرباح تمام؟ الدين أقل كل فعلنا لأنه سعر فائدة ثابت ولكن هل صاحب الدين ممكن يسامحك؟ جواب لا ولكن صاحب الملكية ممكن تحرمه من توزيع الأرباح لعدة سنوات ليش؟ لأنه إذا الشركة قررت أنه توزع أرباح توزع بشكل اختياري ولها الحق إدارة الشركة أن تتخذ قرار بعدم توزيع أرباح معناته لا يوجد التزام ثابت عند التمويل بالملكية بينما يوجد التزام ثابت عند التمويل بالدين لذلك يجب على الشركة أن توازن بين مصدري التمويل الدين والملكية حيث أنه نوازن بين العائد والمخاطرة تمام؟ نتوقفون يا شباب ليعطيكم العافية وموضوع الكوز المحاضرة القادمة بيكون بمحاضرة اليوم تمام؟ الله يعطيكم العافية ماذا الكوز دكتور؟ الكوز أنا أسس للكو علام خلينا رتب أموري بناش سن فينا زي السبوع الماضي خلينا رتب الأمور وبنزل للكو علام ثابت للكوز إن شاء الله شكرا جزيلا لكوزيلا لكم